اشتركوا في القناة موسيقى تناولت القمة العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول السلاسة والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا مع حل الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة السلاسة وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة كما رحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وقد تم التأكيد على موصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا المشتركة بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والقضايا العربية وشعوب المنطقة اشتركوا في القناة